عبث النظام الجزائري لا يزال متواصل لأنه الآن حتى أني نشوفي روحي وغيري غلطين لما نقوله عندنا نظام ما عندناش نظام عندنا عصابة سيطرت على السلطة وعلى الكرسي ومسكت القرار عن طريق مافيات مسلحة مافيات مسلحة بمعنى الكلمة في الشرطة في الدرك في الأمن في المخابرات في الجيش مافيات مسلحة حتى مافيات تحطها لبين ظفرين عصابات تعتمد على ميليشيات مسلحة سيطرت على السلطة ودائرة فيها في الوقت الذي النظام الجزائري يسوق لو ترجع للإعلام الجزائري تلقاه عودة البوليزاريو جبهة البوليزاريو إلى الكفاح المسلح لتحرير الصحراء الغربية من الاحتلال المغربية الغاشم وما إلى ذلك من هذه العمر هكذا يقولوا رغم أنني رحت ولقيت إذا كان البوليزاريو تفكر بمنطقة تحرير هذا فهي تريد تحرير الصحراويين من الصحراوي لأن هذه الأرض فيها الصحراويين يقولوا مغاربة حتى الناس في الجيش وفي الدرك وهنا كلهم صحراويين أبناء عمومتهم ويقولوا نحن مغاربة أي تحرير هذا؟ أي تحرير هذا؟ الخارجة الجديدة لأن المغرب بدأت المبادرة المتوسط الأطلسي وبدأوا هكذا وبدأ يتحرك على مستوى أفريقي وقاري ودولي قال لك نحن نديروا منطقة حرة وين راهي المنطقة الحرة؟ ما بين موريطانيا والجزائر تخيل منطقة الحرة في تيندوف اللي يروح لها شوف العسكر أنا مرة بعثوني إلى تيندوف حسيت روحي كأنني أرسلته إلى الجحل العسكر اللي يبعثوه ثم يعتبرها عقوبة حتى يغادر يكمل عامين تعه ويغادر يعتبرها عقوبة المواطنين ومش من المواطنين ثم؟ أغلبيتهم عائلة عسكريين ولا ناس جايين من هنا ومن هنا ساكنين ثم؟ لكن الإنسان اللي عنده شوية يفكر في مستقبل أفضل يغادر تيندوف واش داروا؟ خليني نوري لكم واش نشرت وكالة واش نشروا بخصوص هذا الموضوع؟ داروا اجتماع اجتماع للمنطقة الحرة هذا خليني نشوفوا الاجتماع ها هو في برقية الوكالة الأنباء الجزائرية ها هو أمامكم رئيس الجمهورية يترأس اجتماع عمل متعلق بمناطق تجارة الحرة ترأس الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تابون يوم الثلاثاء اجتماع عمل خصص لمناطق تجارة الحرة لاسيا من المتعلق تلك المتعلقة بتندوف مع موريطانيا الشقيقة حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية ها هو داروا الاجتماع هذه فقاعة لدائما يجتمعوا فيه يعني بالله عليكم أي تجارة حرة هناك التناقض تجارة الحرة راي تكون في منطقة يقبل عليها الناس لو راحوا داروها على جهة الأطلسي منطقة هناك مع موريطانيا على جهة الأطلسي داروا ميناء لأنه المغرب لما دار هذه مبادرة المتوسط الأطلسي عفوا كل مرة يقول المتوسط لما دار هذه المبادرة راح راح روح شوف الميناء الداخلة ويعودوا إلى الروبرتاج نتاعي اللي درته أين البوليزاريو شوفوا ميناء الداخلة الجديد كيف شبن إمبراطورية راح يكون من أكبر الموانئ ربما بين قرة أفريقيا وأوروبا يعني من أكبر الموانئ راح يحذر في أرضية يحذر في قاعدة بنى تحتية مرافق فنادق كثير من الأمور طرقات شبكات الطرقات جسور كثير كثير مراكز هكذا معينة مطاعم مطاعم بمعنى الكلمة عفوا راح يدير في كل هذه الأشياء معناها حذر القاعدة والبنى التحتية التحتية عفوا من أجل أنه يدير مبادرة انت فجأة يا تبوت ذكرت تندوف رحت لها ورجعت على المبادرة زيد على لها عاصمة الجزائر الاقتصادية كلها حكاية غارج بلاد وكل أمور هذه كلها نكاية نكاية أولا في المغرب ثانيا أنه استباق لشيء ما لشيء ما راح نتكلمنا عليه هذه تأمريكا في هذه الفطرة ركزت على تندوف أنا عجبتني واحد اللفتة تتعلق بجوجل خليني نطلعها لكم هو دعملها أخونا وليد كبير نطلع لكم واحد الصورة نشرها وليد كبير صديقنا العزيز وليد كبير على صفحته في تويتر ها هي واش تخيلوا خاليني نظهرها لكم ها هي ها هي الحدود هكا الحدود وها هي ريبيبليك دي بوليزاريو ها هي يعني راهي في تندوف ها هي جوجل يشوف في تندوف هكا ها هو المحبس أنا جيت المرة ليفات وتبالي تندوف زرت المحبس معناها حتى جوجل الآن راهي يشوف في تندوف في البوليزاريو جمهورية تندوفية وروى اذكروا هذا الكلام لي يجي نهار وأمريكا تضغط على الجزائر تقولهم أعطي لهم تندوف للبوليزاريو ديروا جمهورية ثمية أنت بحبين ديروا جمهورية ثادسة مش مشكلة المناطق الأخرى اللي تقولوا عليها محتلة ما هيش محتلة أهل هيقولوا رانم غارب أهل هيقولوا رانم غارب لنفرض جدلا أن الأطروح هذه تعالي جزائر صحيح الآن أهل هيقول لك رانم غارب كاشوين راح يسألهم ولا واحد يسألهم ولا واحد عنده وصاية عليهم إذن راهي يقولوا رانم غارب أنا ذوقفت عليه بنفسي وارجعوا إلى كل المادة اللي بثتها وما زالت عندي مادة أخرى سأتفرغ لها وأقوم ببثها بإذن الله قالوا رانم غارب بالله عليكم في هذه المرحلة يقول لك خلاص العيون الداخلة والمناطق هذه كل مستحيل مستحيل يوما ما تكون للبوليزار استحيل وأكثر من رايحي يتصدى لهذه الأطروحة هم أهلها أنساني الآن جمعت الرباط ومراكش وأقادير وغيره ودار البيضة ووجدوا وطنجوا أنساهم هذا مغاد خلاص إذن كل واحد رمهتم بالمنطقة انتعوا الآن سكال العيون الداخلة لا يؤمنون إلا بمغربية الصحراء انتهى الأمر معناها خلاص بناء دولة اللي كانت حطينها كل جغرافيا اللي حطينها في دماغهم راه انتهت وش بقى؟ البعدين يقولوا للجزائر حبي ندير دولة سادسة في المنطقة عجبتكم وتعترفوا وابراهيم غالي يتصرف كرئيس جمهورية ويسافر أعطولهم أراضي عندكم الأراضي الصحراوية بزيف وش تديروا بيها أنتم؟ أعطولوا جزء ديروها دولة صغيرة اللي هنا هكذا أعطولها شوية تيندوف وأهبط من ثم المنطقة هذيك وخلاص أصبحت عندكم جمهورية والمغرب رح يعترف بيها المغرب يعترف بيها اعترف لكم بيها والدول كل تعترف لكم بيها وتقولك أمريكا أنا أنا أعترف لكم بيها في الحدود هذي نتع تيندوف في المخيمات هذي نزيدو لهم شهور هذا اللي ما زالك ممكن أنه يطرح ممكن أنه يطرح لأنه هذا الملف راه يدخل بداية يدخل في المرحلة لمعقدة على الجزاء شوف هذا الملف عندما داروه في اللوان داروه بشي يضربوا به المغرب وعانى منه المغرب عسكريا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا وديبلوماسيا وكل شيء وسياسيا بهدوء بهدوء ومع عامل الزمن لم يعد عبء على المغرب هذا الملف هذا الملف تحول إلى عبء حقيقي على الجزائر والجزائريين وما زال وما زال سيأتي اليوم ويطالب دول بمراقبين في تيندوف دوليين واذكروا هذا الكلام ليه وضغطات رح تتصاعد والجزائر وش هي؟ حفرت حفرة بش يطيح فيها المغرب داروهالو داروهالو في الداخل جابها بدل هالهم حط هالهم في تيندوف وهذه ليكم أغرقوا فيها انتوم هذا اللي بقى إذا أنت تتحدث لي يوميا على مقاومة مسلحة وأن منطقة حرب ونحذر على تفاقم الأوضاع وتفكر لي فيه منطقة حرة للتجارة على الحدود والمنطقة شوف نقول هذه الجزائر رهي فقدت أكثر من خمسين بالمئة من سيادتها على تيندوف كيف؟ كيف؟ أولا أنك أنت تستضيف ناس في الأول جبتوهم على أساس لاجئين مؤقتاً هتلوا بعد ذلك يعودوا هكذا جابوهم في البداية ثم بعد ذلك بدأت الحكاية تكبر في رؤوسهم حتى ولت الآن عبارة عن غول الوزراء والمسؤولين أي واحد لا يجرؤ حتى في غرفة نومه مع زوجته يذكر إبراهيم غالي بسوء رأنا وصلنا أنه واحد مثل إبراهيم غالي أصبح يرعب جنيرالات أهم ما خايف منه ورأه لا يسوي شيء من شدة أنه يكون واحد يخاف من الآخر من الجنيرالات من بعض يجي تهدروا على البوليزاريو أهو سكتو 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 بدل علينا موضوع هذا حتى وكون يكون عنده رأي هكذا يقول يكون يقول للرأي هذا غدوة قادرين نصبح في الحبس هكذا أصبحت قضية البوليزاريو في الجزائر ولذلك أنا أعمل بكل ما في وسعي وعلى الجزائريين أيضا لا يوجد مقدس في الجزائر إلا دولة جزائرية وعلمها ودينها ولغتها وطرابها الجغرافي فقط أما هذه كلها مجرد مواقف دبلوماسية تخضع إلى مصالح الدولة إذا تعارضت مع مصالح الدولة سأضع هذه القضية تحت أقدامي والآن قضية البوليزاريو أكبر خطر يشكل ويتصاعد على مصالح الدولة الجزائرية في الخارج وأيضا على وجود وحدود وسيادة الجزائر على أراضيها إذن قلت لكم كبرت هذه القضية أعطاه لهم منطقة قال لهم ديروا مخيمات أليكم الدولة الدولة وارواحه ديروا ثم قصر رئاسي خيمة رئاسية ومش نعارف واشو كذا وكذا كذا بدل أنه مثلا أنت لما جيب لاجئين أنا زرت مواقع اللاجئين هذم السوريين في تركيا لما توصل هذا المخيم تعالجيين أتراكي موقع هذا تبعهم تلقى في الباب الأمن تركي تلقى مدير المخيم كله مدير هذا المخيم تعالجوه هذا تلقاه تركي لكن لما تدخل الداخل تلقى الناس اللي ينظموا يرتبوا من السوريين ولكن لا يحمل خنجر ولا يحمل سلاح ولا أي شيء في حين أنتم اعطيتوا منطقة جغرافية للبوليزاريو تحمل فيها سلاح مش هذا فقط مش هذا فقط والأكثر من هذا مثلا كي تروح مخيمات اللاجئين تعالى السوريين في تركيا لو واحد منهم يرتكب خطأ وجرم أو سرقة أو أي شيء يحاسب عند المحكمة ويحقق معاه الشرطي التركي ويعرض على القضاء التركي في الجزائر لا البوليزاريو عندها قضاء عندها سجون عندها مقابر جماعية كانت تعدم في الناس وتدفنهم في طراب تندوف وهذا لازم يفتح فيه تحقيق لأنها جريمة لا تسقط بالتقادم المقابر الجماعية في ضواحي المخيمات في تندوف لأعدموهم الصحراويين اللي كانوا مناهضين للبوليزاريو والعسكر الجزائري عندهم مقابر جماعية وفيهم شهود قالوا أننا على استعداد أن نظهر مواقع المقابر الجماعية وهذه جريمة 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 في القانون الدولي يجب أن تحقق فيها وتمنى تتحمل مسؤولية ليش البوليزاري؟ هي الدولة الجزائرية إذن عندهم قضاء عندهم سجون عندهم الجدرمية انتاعهم عندهم البوليس انتاعهم وصل الحال في أحد المرات العسكريين تاهوا ألقوا لهم القبض جماعة البوليزاريو وقاضوا عندهم ويكيند كامل وهما في الحجز داروا لهم لمينوت حتى وانتهت العطلة الأسبوعية وسلموه إلى القطاع العسكري هل حدثت؟ يعني الجزائر فقدت سيادتها على تندوف أي منطقة حرة للتبادل ما بين موريطانيا والجزائر كلها بسبب أنه جاتهم معلومات على أن موريطانيا ممكن أنها تنخرط في المبادرة الأطلسي اللي أطلقها الملك محمد السادس فنجأوا إلى هذه الخطة يغروا والحكاية فقط نكاية في المغرب نكاية في المغرب على الأقل ديروا حاجة تفيد تضيعوا في فلوس الجزائريين على البوليزاريو على موريطانيا والله ما نعطي لهم فلس نتعامل معهم بمنطق المصالح ندير حاجة نأخذ على المحيط الأطلسي مكان ندير فيه ميناء جزائري وندير ما مر هكذا من موريطانيا ودخل تندوف ونمرر مصالح الجزائرية مدام عماكم ربي على العلاقات مع المغرب ويصبح لكم ممرر أطلسي قريب وميناء الداخل يصير في خدمة حتى مصالح الجزائر هيا عماكم ربي على هذا راكم رايحين في حكايات أخرى إذن إخواني الكرام أن هذه الحكاية كلها صدقوني ما هي إلا أولا محاولة إظهار إنجازات لتبون باش يقولك انا درنا منطقة منطقة للتجارة الحرة معناها سكان سكان الشمال ممكن يروحوا للمنطقة التجارة الحرة ما بينت موريطانيا والجزائر واش رح ينباع ذلك واش كون يرح يروح ذلك واش هي المواصلات اللي كاينا كاينا القطار ترى كنت هالطائرات اللي كنروحوا في الطائرة العسكرية نشهدوا عشر مرات في السماء وكي طهبت نشهدوا عشرين مرة وكاينا اللي يخشى عليه خوفا من أنه يا الله يصل تحكي لي على حكاية دولة وتحكي لي على إذن حكاية هذه بتاع التبادل الحر هذه أولا راهي حكايات كرنفالات شكلية فقط ومحاولة التشويش على مشروع المغرب للأطلس يريد درتوا مشروع أفضل انت على المغرب معليش شسيد انتم عقدتكم المغرب أنكم لازم حاجة دير المغرب تحاولوا تديره زيه بطرق مختلفة هاي ديروا حاجة خير من واش منطقة حرة هذه اللي رح تقدروا تديروها وماذا سيستفيد منها المواط تقول لي أهل أهل تندوف يستفيدوا أهل تندوف متى يستفيدوا لو أنكم أخرجتم البوليزاريو وفتحتوا العلاقات وصارت الحدود مفتوحة ما بين الجزائريين والمغربة ويروحوا من ثمن المحبس قريب ليهم وتلك المناطق هذه سترون ما هي المنافع الكبرى التي يمكن أن يستفيد منها الجزائريون في تندوف أما هذه الحكاية فصدقوني لا معنى ولا مبنى لها وستذهب أدراج الرياح إذا لم يأتي اليوم وينكشف أنها قضية طالها الفساد في انتظار ما ستسفر عنه سواء من اللقاء مع الرئيس الموريطاني وتابون في تندوف وما الأشياء هذه اللي راهي جاية المهم صدقوني أن هذا النظام رايك تركيز على تندوف راهي لغايات مش تتعلق بمنافع اقتصادية للبلد بل من أجل تصفية الحساب أو تصفية حسابات ضيقة وسخيفة مع المغرب وَظْكُرُوا كَلَا لَا جَيْرِ اشتركوا في القناة